جزيلا لك وأيضا إليك سيد الشمري بخصوص زيارة الرئيس بوتين الآن في ظل القمم قمة أيضا الناتو في مدريد الرئيس يحضر إلى أيضا تركومانستان المشاركة في قمة بحر قزوين أيضا القمة تضم كل من أذربيجان وإيران وكزاخستان وتركومانستان هذه الدول تحديدهم مع روسيا لماذا هذه القمة الآن أو ماذا تقدم هذه القمة بالنسبة اليوم لما يسمى حلف الشرق يعني بوتين وهو يواجه عزلة سياسية بسبب حرب هذه الظالمة على أوكرانيا يحاول بأي طريقة إن كانت محاولة فك هذه العزلة ذهاب إلى رابطة الدول المستقلة وهي دول آسيا الوسطى اللي كانت من ضمن الاتحاد السوفيتي نلاحظ أنه يعني بوتين دائما يتوجه إلى الدكتاتوريات يعني هو صديق لوكوشينكو دكتاتور بيلاروس والآن إلى تركومانستان تركومانستان أيضا يعني شكل الحكم فيها وكازاخستان هذه كلها أنظمة أقرب إلى النمط السوفيتي باعتبار هي ورثة هذه الدول ورثة من الاتحاد السوفيتي هذا النمط من الحكم الآن بوتين لا يستطيع أن يذهب إلى دولة أوروبية ويستقبل لا يمكن حتى أي دولة في العالم هي رسالة روسية لرد على قمة أيضا مجموعة السبع أو حتى الناتو يعني لو نلاحظ مثلا دولة مثل أذربيجان هي ليست حليفة لموسكو يعني أذربيجان دخلت في حرب مع أرمينيا الروسيا وقفت مع أرمينيا لكن باعتبار أنه هذه الدول مطلة على بحر قزوين وهناك بعض الأمور تناقش لكن هل هي توازي قمة الناتو وهي قمة عسكرية بامتياز مع دول لها مصالح مع روسيا يعني تركمانستان لها مصالح مع روسيا لكن كازاخستان تعتبر ذيل من ذيول روسيا وإيران قوة أقليمية عندها مشاكل مع الغرب فكل دولة إلها حساباتها في هذا الأمر على عكس قمة الناتو التي هي قمة عسكرية جاءت لمواجهة روسيا